إخوتي في الله بين الحين والحين بين الآن والآن كلما غفل المسلمون غفلة نفاجأ بخبر جديد أو قديم أو متجدد يؤذي مشاعر جميع المسلمين يؤذي مشاعر جميع المسلمين ويلهب عواطفهم ويحرك حبهم وإيمانهم لنبيهم وأنا أعرف وأوقن أن هذا الكلام ليس بكلام حديث وأظنه لن ينتهي إلا بأمر الله عز وجل وحكمته وربنا يريد أن يمتحن المسلمين في حبهم لنبيهم وكل هذه الحملات التي تثار حول نبينا ما هي إلا دليل من دلائل نبوته ويقين في صدق دعوته لكن الخلل عند الذين لم يفهموا حقيقة بعثة النبي ولا حقيقة رسالته حتى أغلب المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة نبيهم ولا حقيقة رسالة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكلام عن النبي والسخرية بالنبي والطعن في النبي والاستهداء في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حديثة إنما بدأ الطعن في النبي من أول يوم أعلن فيه دعوته لما أمره ربه عز وجل وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر لما أراد النبي أن يبلغ رسالة ربه في أول بعثته جمع أهله من قريش من خاصة أهله وأمر عشرتك الأقربين جمعهم رغم أنهم كانوا قبل ذلك يلقبونه بالصادق ويلقبونه بالأمين ويأتمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم ويعرفون سطته وأمانته وحسن خلقه وأصله ونسبه وحسبه ويعرفون معدنه يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جمعهم ودعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت حملة السخرية والاستهزاء والطعن والسب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أول من بدأ هذه الحملة عمه أخو أبيه أبو جهل أبو لهب أبو لهب عم النبي أخو أبيه أول ما قال إن الله ابتعثني إليكم لتشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجئتكم برسالة من عند الله جئتكم أبلغكم أنه لا إله في الكون حقا إلا الله وأني رسول الله أبلغكم ما أرسلت به عندها قام أبو لهب وقال تبا لك ألي هذا جمعتنا ومن يومها بدأ يعيب عليه وسماه الأبتر إن شانئك هو الأبتر تبت يدا أبي لهب وتب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته ومن يومها قال له ربه عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأنت على سنة النبيين والمرسلين ونسمع في كل يوم لكن أنا أقول هم لا يفهمون ولا يعرفون أن هذه الهجمات في مصلحة دين الله وفي مصلحة رسول الله وفي صالح المسلمين الذين لم يلتزموا ولم يعرفوا عن نبيهم شيئا لعلهم يفيقوا لعلهم ينيبوا لعلهم يرجعوا لعلهم يتعرفوا على نبيهم وفي كل حملة تثار على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمع في بلاد العالم أن كثيرا من الناس كان لا يدري من محمد فيبدأ يسمع أو يقرأ عن محمد فيدخل في دين الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نحن لا نرد على السب بسب ولا على الشتم بشتم ولا على العيب بعيب لأن المتكلم لا يساوي أن نرد عليه لكننا نقول لأنفسنا أين نحن من نبينا يقول الإمام الموردي وآية الملك باهرة ودلائل النبوة ظاهرة وآية الملك باهرة من الملك؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء لا ينكرها أحد أن الملك هو الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله هو الملك لا ملك سواه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كل هذا ملكه وكل هذا تحت أمره ويسير بمشيئته لا ينكرها أحد ثم تأتي ودلائل النبوة ظاهرة يقول شيخ الإسلام ومن دلائل نبوته الظاهرة أصحابه فأصحابه من دلائل نبوته كيف؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة دعا أمة وربا جيلا دعا أمة فأخرجها من الظلمات إلى النور من رعاة أغنام إلى قادة أمم وأعلام من شتات متفرق يأكل بعضه بعضا إلى جماعة مترابطة متحابة تستعصى تستعصي على الاستئصال ما غلبهم عدوهم بل إنهم منصرون بوعد رب العالمين كون أمة رجالا ونساء ثم أسرا وأولادا وأجيالا بعد أجيال حتى انتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها فمن دلائل نبوته صحابته نماذج لم تتكرر على مر التاريخ ونحن في برنامجنا هذا نبني لبنة في التعرف على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربيته للمرأة المسلمة وتكوين الأسرة المسلمة المؤمنة نماذج يعلم الله أننا لو لم نقرأها في الكتب الصحيحة ما صدقها عقل عاقل ولا تصورها متصور أبدا هذا الجيل هو الذي رباه النبي أي نبي إنه خير الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه للعالمين أجمعين يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً مهما عاب من يعيب ومهما سب من يسب هي والله نخزة في قلوبنا